طلاب اليوم عدم وضع الالدهايدات والكيتونة بالبداية لازم نعرف شين الفرق بين الالدهايد وبين الكيتون الالدهايد اول شي يحتوي السي اللي مرتبطة باصرة الكاربونيل تحتوي على اج بينهم الكيتون ما تحتوي على اج هذا اول شي ثاني شي الالدهايد دائما دائما طرفي يعني يكون بالبداية بداية المركب بينما الكيتون لا يكون بالنص يعني هنا طرفي وهنا وسطي تمام الالدهايد اند كيتون اول سمبل كومباوند ذات كونتين كاربونيل جروه كاربون اوبسجين دابل باوند اللي هي سي وآسرة مزدوجة او with carbon atom also bonded to hydrogen and to our group which is an generic alkyl or side chain شنو المقصد مني الالدهايدات والكيتونات هي عبارة عن مركبات بسيطة تحتوي على مجموعة الكاربونيل اللي هي كاربون مرتبطة بأوكسجين و بآسرة مزدوجة تمام with the carbon atom also bounded to hydrogen and to an R group يعني بالالدهايد بالإضافة إلى ذرة الكاربون مع ذرة الكاربون شرح ترتبط هيدروجين هيدروجين وين بالالدهايد هاي الهيدروجين and to an R group الR هاي وين بالكيتون which is any generic alkyl وهي أي الكيل عام أو or side chain أو سلسلة جانبية تمام هيدروجين 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 الالدهايدات والكيتونات كموضوع المجموعة الفعالة هي الكاربوني القروب C هيدروجين present in aldehyde and ketone هاي المجموعة موجودة وين بالالدهايدات وبالكيتونات كتركيب أو كصيغة للالدهايدات والكيتونات هاي C اللي مرتبطة بالكاربونيل أو بمجموعة الكاربونيل كذلك مرتبطة بأج بينما هنانا مرتبطة بR هاذا الكيتون تمام نجهد من السوليوبيلوتي اللي هو ذوباني قابلية الذوبان aldehydes and ketones كان heldrogen'm bound with water يعني الالدهايدات والكيتونات يمكن ان تكون اواصر هيدروجينية مع الماء بينما الالدهايدات ويا الديهايدات ما تكون كيتونات ويا كيتونات هم ما تكون بينما aldehyde ويا ما يكون اواصر هيدروجينية كيتونات ويا ما يكون اواصر هيدروجينية تمام الالدهايدات والكيتونات اللي تحتوي على خمس ذرات كاربون او اقل هاي الذوب تماما بالماء يعني الالدهايدات والكيتونات الكبيرة راح الذوب فقط بالمركبات او المذيبات غير العضوية او غير القطوية تمام اذا الالدهايد والكيتون اذا كان السي السي اصغر من خمسة هاي شنوة راح الذوب تمام تمام اذا السي اكبر من خمسة هاي شنوة راح دي سولف يعني وين النن في النن بولار تمام عسا هنانا يقول الالدهايد is an organic compound contains CHO functional group اذا functional group من الالدهايدات هي CHO الو هنانا كاربوني هنانا من خلال المخطط هاضي يقلنه انو كل ما نتجي هنحو اليسار راح تزيد الاكتيفتي راح تزيد قابلية النشاط فمثلا يجيب سؤال تقول الformal dehyd يا هو الاكبر من ناحية الاكتيفتي الformal dehyd لو الالدهايد لو الكيتون الformal dehyd زيان اذا جابت فقط الالدهايد والكيتون من هو الاكبر الالدهايد تمام فهنانا كل ما نتجه نحو اليسار تزداد قابلية النشاط هنا تواجد الألديهايدات بشكل طبيعي اللي هي يقول لنا تتواجد الألديهايدات على نطاق واسع في الطبيعة الألديهايدات التي توجد بشكل طبيعي هي ذات كتل جزيئية عالية يعني غالبا أو عادة ما تحتوي على رائحة وطعم أو ذوق محبب أو يعني طيب يعني وبالتالي هنا عادة ما يكون له رائحة ونكهات لطيفة بسبب هاي الرائحة ونكهات هنا نشرح نستخدمه بخصائص بالمنتجات الاستهلاكية مثل من بيرفوم آير فرشنير اللي هي شنو يعني هنا العطور أو معطرات الجو وما شابه ذلك هسا مثلا عدنا هذا المركب اللي هو الفانيلين 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 نستخرج من عدنا الفانيلة الفانيلة الفلايفور اللي هو نكهة الفانيلة اللي نستخدمها بالكيك هذا المركب الفانيلين هم مهم البنزالديهايد هاي هنانا ألموند هنانا N بين الأو والDN ألموند فلايفور اللي هو نكهة اللوز هاي أهم كذلك يعني استخدام إليه هذا الثالث سينامالديهايد اللي هو نستخرج من عده سينامون فلايفورين اللي هو نكهة القرفة أو يعني أحلى عدنا بالدارج الدارسين تمام فهذا نكلهن الألديهايد يعني يستخرجون من عده نكهات عطور كذلك عطور جو وغيرها هسا نجي للخصائص الفيزيائية للألديهايدات يقول ألديهايد تحتوي على درجة غليان عالية أكثر من الإلكانات ليش؟ فهذا يجيب سؤال تقول الألديهايد تحتوي على درجة غليان عالية أكثر من الإلكانات لماذا؟ بكوز أوف دايبول دايبول أتراكشن بتون موليكيول مثلا تقول دايبول دايبول أتراكشن هيدروجين بوند وتجيب بعض ثني أنه اختيارات الاختيار هو شنوه؟ دايبول دايبول أتراكشن كاربونيل جروب بولارتي يعني قطبية المجموعة الكاربونيل makes this دايبول دايبول انتراكشن بوسيبول يعني يقول لنا قطبية مجموعة الكاربونيل هي اللي راح تطينا هاي القوة اللي هي دايبول دايبول انتراكشن تمام هلانا يقول من سي وان إلى سي ثري يعني سي وان و سي تو فقط هاي عبارة عن شنو؟ عبارة عن غازات تمام أما من سي ثري إلى سي ايت هاي عبارة عن شنو؟ لكود سوال the carbonyl group is polar إذن هنا أنا فراغ carbonyl جروب قطبية intermolecular forces in carbonyl compound A هسا نجي هسا احنا مو قلنا انه اكو قوة يعني جزيقات هسا نجي نعرف شنو هاي القوة؟ intermolecular forces القوة بين الجزيقات in carbonyl compounds are أول شي stronger than in الكان قوية أكثر مما موجودة وان الالكانات or ether أو الاثارات weaker than in الكحول يعني أضعف مما موجود وين الكحولات which are polar and can hydrogen bound اللي راح تكون قطبية يا هي القطبية؟ اللي هي الكاربونيل القوة الموجودة بالكاربونيل قطبية وتحتوي على hydrogen bound يمكن أن تصنع أو تكون روابط هيدروجينية بينما بالكحول الكحول مذيب غير عضوي يعني شنوها غير قطبي وهذا الاختلاف أكثر أو أكبر من الالكانات والإيثارات وأصغر من الكحولات يا هي الالديهايدات أو الكاربونيل compounds هس يقول the term aldehyde stems from الكحول dehydration العفو dehydrogenation هناك فرق بين dehydration والdehydrogenation dehydrogenation هي فقط H2 أما dehydration هي H2O تمام فهنان يقول مصطلح الالديهايد الناشئ من الكحول dehydrogenation يعني إزالة أو نزع ذرة أو جزء H2 من الكحول indicating that aldehydes are related to الكحول by the lose of H2 مما يشير أو يكشف على أنه الالديهايدات ناتجة أو مرتبطة بالكحولات عن طريق شنوة فقدان H2 يعني في المختصر أن الالديهايدات هي من جاية من الكحولات الأولية بعد إزالة H2 من عدها يعني هسا ها R CH2 OH هنا H2 هاية نشيلها الأول راح تصعد فوق C صار الديهايد In an aldehyde The carbonyl group is always located at the end of hydrocarbon chain يقل لنا بالالديهايد مجموعة الكربونيل دائما تكون أو تتخذ موقع في نهاية السلسلة الهيدرو كربونية يعني دائما طرفي ما يجي بالنص هنا دائما طرفي هسا نجي لتحضير الألديهايد شطان راح نحصل على الألديهايد بالمختبئ aldehyde can be produced by the oxidation of primary الكحول راح نحصل على الألديهايد من اكسدة الكحول الأولي using mild oxidizing agents such as KMNO4 أو K2CR207 تمام هذني عوامل مساعدة عملية الأكسدة هسا عندنا هذا الكحول الأولي مرة نسوي لعملية الأكسدة عملية الأكسدة هي عملية إزالة H2 تمام هنا هاي اله وهاي اله راح نشيل هاي راح تبقى فقط ال aldehyde هنا مرة نشيل اله راح تعوض ببدالها آسرة وتصير آسرة مزدوجة مال الكربوني هنا نطعنا aldehyde يقول عندما عند هذا التفاعل اللي هو تفاعل تحضير الألدهاد الظروف يجب أن تكون خفيفة ليش تكون خفيفة ليش يعني ما نخليها براحتها يعني لازم ظروف محددة مال تؤفويد لمنع شنو أكسدة الألدهايد إلى حامض كاربوكسيلي يعني إذا تبقى مستمر الأكسدة راح الألدهايد يتحول إلى حامض كاربوكسيلي لذلك لازم أكو ظروف محددة على موض يتحول بها الكحول الأولي إلى ألدهايد فقط ويتوقع تمام هنا عملية الأكسدة يقول إسلام راح تصير يعني من الأو راح ناخذ هيدروجين يعني بالمختصر شي يقول احنا موعدنا هذا هذا الكحول الأولي يقول راح ناخذ من الأو راح ناخذ الأج تمام اللي هي مال الكحول راح ناخذ أج من ذرة السي اللي مرتبطة بيها مجموعة الكاربونين ناخذ أج على موضيطينا ألدهايد بس هاي النقطة مجرد سحب أج تو نانعدنا أكسدة واختزار الألدهايدات أجل سحب أجل 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 كاربوكسيليك أسد يعني راح يخضع إلى الأكسدة بالتالش راح يكون إن راح يكون إن الكاربوكسيليك أسد الألدهايد احنا نعرفها أخذناها بالنظرة واخذناها بالعمل تمام الألدهايد مرح يصر لأكسدة راح يتحول لحامل كاربوكسيلي مجرد إنه هاي الـ نضيف لها أو بس صر كاربوكسيليك أسد Among the mild oxidizing agents they convert aldehydes into كاربوكسيليك أسد is oxygen in iron هنا يقول يعد الأكسجين اللي موجود بالهوار من أكثر العوامل المؤكسدة أو من بين العوامل المؤكسدة اللي راح تحول لنه الألدهايدات إلى حوامل كاربوكسيليك لذلك توس aldehydes must be protected from air يعني يقل لنا يجب حماية الألدهايدات من الهواء لأن إذا تعرضت الألدهايدات للهواء راح يتحول إلى حامل كاربوكسيليك ليش يتحول إلى حامل كاربوكسيليك لأن الهواء يحتوي على أكسجين وهي يعني مخطط يوضح أنه برايماري الكحول من نسوي لأكسدي راح يطينا aldehyde والألدهايد من راح نسوي لإختزال راح يطينا برايماري الكحول يعني الإختزال مجرد الرجع الأجتو الرجع الأجتو المكان هنا هس عدنا شون راح نصير اختزال الألدهايد شون راح نختزال هنا أو بالأحرش لون راح نرجح لل الكحول الكحول راح يصير راح يعني هنا نصار زائدا H2 تمام ال H اجتو هاية التحدث صار CH2 وال H الثانية اجتو ال O التحدث صار OH التالت ضدنا كحول أول مع العديد من العوامل المختزل الأكثر استخداما أو شيوعا هي ليثيوم ألمنيوم هايدريد صوديوم بورو هايدريد أو هايدروجين ال H2 هايدريد والصوديوم بورو بورو هايدريد أو راح يصير ال 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 هايد راح يتفاعل ويل H2 ال هايدروجين وراح الهايدروجين بوجود العوامل المساعدة الأربعة يعني واحد من عدهن أما نيكل أو بلاتيوم أو بلاتيوم أو ال روديوم تمام يعني هسه حسب هاي المقابلة هاذا عدنا ال الهيد راح يتفاعل ويل H2 بوجود العامل المساعدة اللي هو النيكل ال H هاي راح تجي تتفاعل ويل C تمام وال H الثانية راح تتفاعل ويل O راح يطينا OH وهنان ال H راح يرجع عنا إلى ETHANOL اللي هو عبارة عن شنو كحول أولي ال الهيدروجين ال الهيدروجين هاذ H2 اللي هن هذاني العرفنا هن يعني النيكل أو لاتنيوم or لسيو لتكوين الكحول يعني هنا أنا طبعا عليها هاي شعلا مودي يقول لنا راح ينتج النا الكحول الأول تمام حسب هاي المعادلة اللي عرفناها انه ال H اجت وحدة لل C تحدث وياها ووحدة ويا ال O وهنا أنا راح تنكسر العاصرة المزدوجة بالتالي راح يطينا كحول أولي ترجمة نانسي قنقر